موسيقى طلبتي طلبة الصف السادس الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس من دروس اللغة العربية درسنا لهذا اليوم هو اسلوب طلبي هو اسلوب النداء النداء عزيز الطالب لغة هو الحمل على الالتفات النداء هو حمل المخاطب على الالتفات هذا الاسلوب يؤدى بأدوات هذه الأدوات تسمى أدوات النداء المخاطب عزيز الطالب أو المنادى يكون على ثلاثة مستويات يكون قريب وأما يكون على مسافة متوسطة أو يكون على مسافة بعيدة ولكل هذه المستويات أدوات تخص القريب وتخص المتوسط وتخص المنادى البعيدة الآن عزيز الطالب ننتقل إلى الكتاب لنمضي في هذا الدرس الطلبي أدوات النداء إذن عزيز الطالب قبل الدخول في أدوات النداء الأهم في هذا الموضوع هو أدات النداء والمنادى لأن المنادى فيه يقسم على خمسة أقسام إذن أدوات النداء انتبه عزيز الطالب أدوات النداء أدوات النداء أربع هي أدوات النداء أربع هي ياء ياء النداء وهي الأكثر استعمالا وتداولا إذن حرف النداء ياء هو الأكثر استعمالا وتداولا وتستعمل الياء لمنادات القريب والبعيد إذن لماذا هي الأكثر استعمالا لأنها ينادى بها للقريب وكذلك للبعيد كما في الجملة يا ولد قف على ساق واحدة يا ولد إذن هذا هو تركيب النداء أو اسلوب النداء إذن اسلوب النداء هو اسلوب من أساليب اللغة العربية يؤدى بأدوات تسمى أدوات النداء ومثلها قوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى موطن الشاهد يا موسى عزيز الطالب إذن استعملت يا النداء في اسلوب النداء هذا من الأدوات الثانية الهمزة وأي الأدوات الثانية اثنيا الهمزة وأي وهما لنداء القريب إذن الهمزة وأي نداء القريب فقط كقول عبد المحسن الكاظمي الشاعر العراقي أبغداد أبشري وثقي بأني بحبك سالك سبل التفاني موطن الشاهد أبغداد استخدمت أو استعملت للقريب وهنا ينبغي الالتفات أنه الشاعر رحل عن بغداد وهذا هو حنينة إلى بغداد فهنا الهمزة تستخدم للقريب وكذلك تستخدم للتحبب تستخدم أو تستعمل للتحبب ومثل أي أبا إثمانة أي أبا إثمانة عمنا الطيبة صبرا واضح جاء الأمر هنا بصيغة المصدر النايب عن فعل الأمر موطن الشاهد أي أبا إثمانة هنا أداة نداء أو حرف نداء يستعمل للقريب كذلك أيا وهي لنداء البعيد أيا وهي أداة لنداء البعيد مثل قول سعدي الشيرازي مثل قول سعدي الشيرازي ماذا يقول؟ سوف نوضح ذلك على اللوحة أيا ناصحي بالصبر دعني وزفرتي أموضع صبر والكبود على الجمر أيا ناصحي وقولنا أيا مسافرا عد سالما مسافرا إذن هنا موطن الشاهد هو استعمال أيا لنداء البعيد أما بخصوص مسافرا سنأتي إلى أنواع المنادة وهيا مسرعا خفف من أجل سلامتك إذن كل من أيا وهيا هما أداة لنداء البعيد الآن سننتقل عزيز الطالب إلى الموضوع الأهم في أسلوب النداء وهو أنواع المنادة سيأتي سؤال في أو عن أسلوب النداء ما نوع المنادة وما حكمه الإعرابي إذن النوع له علاقة بالحكم الإعرابي الآن سنوضح ذلك على اللوحة عزيز الطالب أما الإسم الذي يلي أداة النداء فيخسم على قسمين المنادة المبني المنادة المبني وهذا القسم يبنى على ما يرفع به انتبه عزيز الطالب إذن المنادة المبني على ما يبنى عفوا يبنى على ما يرفع به الإسم نفسه هناك حركات أصلية الضمة هي حركة الرفع الأصلية وربما يكون المنادة مثنى فيبنى على الألف لأن المثنى يرفع بالألف واضح وهكذا ويكون في محل نصب منادة لأن حكم المنادة عزيز الطالب هو النصب لأنه حل محل مفعول به لفعل محذوف تقديره أنادي فإن كانت علامة الرفع الضمة بني عليها وإن كانت علامة الرفع الألف إذا كان مثنى بني عليها وكذلك الحال في الواو إذا كان المنادة جمع مذكر سالم وهو على قسمين اثنين هنا قبل مغادرة هذه الصفحة عزيز الطالب فائدة يجب أن نعرج عليها العلم من نحو مصطفى وموسى وعيسى وليلى وهدى ماذا يقصد بالاسم المقصور؟ يكون مبنيا على الضمة المقدرة على الألف في محل نصب إذن هنا الاسم المقصور تقدر عليه الحركة واضح تقدر عليه الحركة وما هي الحركة؟ الضمة المقدرة لماذا؟ لأن الاسم علامة رفعه الضمة الآن سننتقل إلى أنواع المنادة أنواع المنادة النوع الأول العلم المفرد كما في قولنا يا خالد قل خيرا تسلم يا خالد يا خالد عفوا قل خيرا قل خيرا تسلم يا خالد سأوضح ذلك حتى يكون الأول العلم المفرد ماذا قلنا حكمه العرابي؟ البناء على ما يرفع به الاسم في محل نصب منادة كما في قولنا يا خالد يا خالد قل خيرا تسلم يا خالد دون تنوين أنتبه لا يلتق البناء مع التنوين يا خالد الإعراب يا حرف نداء لا محله من الإعراب وكل حروف اللغة العربية لا محلها من الإعراب خالد منادة مبني وتقدر في الإعراب أن تحصب بين قوسين منادة مبني على المفرد واضح؟ قل خيرا تسلم جاء الأمر جاء الأمر يا خالد قل خيرا تسلم إذن إعراب خالد منادة مبني على الضم في محل نصب منادة واضح النوع الثاني من أنواع المفرد وهو النكر المقصودة النكر المقصودة نعني بذلك أن المنادة يكون شخصا بعينه تناديه بلفظ النكر كما في قولنا يا رجل اتق الله يا رجل رجل منادة مبني على الضم في محل نصب لأنه نكر مقصوده لأنه نكر مقصوده جاء الأمر اتق الله وأنت تخاطب رجلا معينا قد تعرف اسمه وصفاته قد تعرف اسمه وصفاته وكذلك ما جاء في الجملة الواردة في النص يا ولد يا ولد قف على ساق واحدة يا ولد واحدة يا ولد ما نوع المنادة هنا إذا سئلت في الامتحان الوزاري نوع المنادة نكر مقصوده وما حكم المنادة حكم المنادة البناء حكم المنادة البناء وليس النصب واضح فالجندي ينادي ولدا بعينه دون غيره إذن النكر المقصوده هو قصد شيء معين أو شخص معين لا غيره وإن كان بلفظ النكر ومنه قوله تعالى يا أرض يا أرض إبلعي ماءك أرض منادة مبني لأنه نكر مقصوده في محن نصب منادة فالنداء لبقعة محددة من الأرض وكذلك قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار نوع المنادة نكر مقصوده وحكم المنادة البناء الفائدة لفظ المفرد في المنادة العلم لا تدل على عدده فقد يكون دالا على الواحد مثل يا علي وقد يكون مثنى مثل يا حسناني أو جمع مذكر سالم مثل يا محمدون أو جمع مؤنة سالم مثل يا فاطمات إذن في هذه الفائدة إذن في هذه الفائدة ماذا يقول صاحب المنهج يقول أن المفرد ليس بالضد من المثنى أو الجمع إنما المفرد المقصود بالمنادة المفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف واضح إذن عزيزي الطالب قد أكملنا الجزء الأول من أسلوب النداء شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة